يستقبل معرض أهل رمضان الرئيسي بمدينة نصر المواطنين بقاعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يوفر المعرض كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15% إلى 30% تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من أثار التدخم على المواطنين انطلقت معارض أهل رمضان في مختلف أنحاء الجمهورية حيث يستقبل معارض أهل رمضان الرئيسي بمدينة نصر المواطنين يومياً من الساعة الحدية عشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر حيث يوفر المعارض كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% اليومين دول في تحسن كويس جداً في الأسعار الأسعار الفترة اللي فاتت كانت مرتفعة جداً كل حاجة كانت مرتفعة جداً والحمد لله اليومين دول الأسعار بتدت تنزل تدريجي وبتنزل بشكل ملحوظ يعني لما صنف ينزل زي الحبهان ينزل 300 جنيه من جملته دي حاجة كويسة جداً معرض أهلاً رمضان حاجة كويسة أو من سيادة الرئيس اللي هو عمله فيه تخفضات جمد على كتير المنتجات يعني السكر مش موجود بنلاقي السكر متاح موجود نلاقي أسعار التخفضات في الزيت تخفضات في السلع الغذائية ودي رايح الناس في شهر رمضان الكريم ويعود عليهم بكل سنة وهم بخير وإحنا كده مبسوطين إن إحنا بنلاقي حاجة قدامنا متاحة نعرف نأكل ونشرب بموجود قدامنا كل حاجة المعرض يقام على مساحة 6000 متر ويتضمن 124 جناحاً لعدد من الشركات والجهات المشاركة ويوفر كافة السلع من السكر والزيت والألبان ومنتجاتها والفول والعدس والأرز بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح ويميش وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة كيف أننا بلاقي سكر موجودة هوة وطرز موجودة الحمد لله الحاجات كلها موجودة في صواحة يعني الحاجات كلها موجودة وأقل من بقى في السلع يعني في صواحة المعرض يحتوي على كل ما يحتاجه البيت المصري في شهر رمضان المبارك من سلع أساسية ولحوم ومختلف المستلزمات والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين حيث تهدف الدولة إلى توفير مختلف أنواع السلع للمواطن بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع وخاصة ما يحتاجه خلال الشهر الكريم أحمد الحسيني التلفزيون المصري